الطبع والتطبع موضوعنا اليوم بفاميلي نحكي مع دكتور أحمد عويني اللي هو أستاذ جميعي اختصاصي بيعلم النفس التربوي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أول شيء شو يعني طبع وتطبع وهي دي مثل دباء أو مثل نقاش تاريخي خاصة ما نشوف سلوكيات أو طبع عند الإنسان منقول هل يترك هو يخلق فيه مثلا العنف أو الإدمان أو الخجل أو هالإشياء هاي أو اكتسبوا يعني أو الزكا مرات هالولد أولادنا قوايا بالمدرسة أو منتما نقول شاطرين لأنه نحن عملنا شيء كأهل ساعدناهم أو بعثناهم عمدارس جايدة أو هن الله خلقهم بجينات زكية يعني لو شو ما عملنا وين ما حطناهم وكيف ما ربيناهم بدون يطلعوا زكاية فبيجي هالسؤال إنه شو اللي إجا قبل أو هالهو مشاركة بين الجينات وبين البيئة فمن هون السؤال طبعا بنترح طبعا يعني فيه اتنين سوا بس كمان فيه القنوات يلي بتكون يعني مش فيها الزكا اللي أقدر كمان يكون زكا بس واصل على مكان مش كتير حلو الزكا المدارسي خلينا يقول الزكا المفيد زكا الأكدامي زكا الأكاديمي زكا المفيد يعني القنوات كمان كتير مهمة وهيدا المجتمعي اللي كمان بيحددها أوقات إنما الإنسان بيخلق مع طبعا هذا بنعرفه كتير منيح عنده بالجينات طبعا معين قدي بيأثروا عليه الأهل بالأول حتى بيعمل هالقدي صغير يعني شوف الولد البيبي بيخلق باستعداد بنوع من المسميه مزاج من الشخصية هالمزاج ممكن يكون سهل أو صعب كمان هالمزاج بيأثر على بيقته يعني إذا ولد بيبي كتير صعب بيبكي كتير بيصير البيئة اللي حاوله ما تتقبله مثل ولد جدا سهل مثل عنده روتين هيك ريجوليار يعني منتظم منتظم بيبتسم بيمبسط لما حدا يحمله ما بيبكي لما يشوف شخص غريب كمان بيعمل رد تفعل عند الشخص الآخر إن كان الأهل أو أي حدا بالعائلة فبصير هالآخر كمان يتفاعل معه بشكل إيجابي فبيولد عنده هالبيبي إحساس أنه البيئة حلوة والمجتمع حلو بينما الولد الصعب بيسبب نفور عند الآخرين فبيحس أنه المجتمع حوله مجتمع غير صديق لإله غير ودود فبالتالي بيعمل ردة فعل بيصير بنعزل أو بيصير يعني بيمارس سلوكية شوي أصعب فمع الوقت يلي سهل كمان بيودي لعلاقات جيدة وحلوة مع الآخرين واللي صعب بيصير عنده يمكن عزلة أو بينفر من الآخرين لأنه بيحسوا أنه هن بيكرهوه فبتلاحظ كيف كمان الولد بيخلق باستعداد وبيولد نوع من ردة الفعل عند الآخرين وبيعمل خيارات على هالأساس يعني الولد المحبوب بيصير بيعمل نشاطات اجتماعية بيصير بيربي أصحاب بيصير بيحكي مع الآخرين بسهولة والولد الصعب بيصير بيبتعد عن الآخرين هو محبوب لأنه سهل هو هي عملية مثل ما شفتي مثل حلقة إذا كان ولد صعب ومع هذا وكله أظهرت لأله محبة وكان حاسب حاله محبوب ساعتها فينا نعمل كون الصعوبة أنه لما يكون عندك وضع ولد صعب أعطيت ولد صعب كمثل بس فينا ناخد أمثلة تانية مثل القدرات مثل الزكا المدرسية اللي هو من اختصاصي وأكيد اهتمام كتير أهل إذا ولد خلق عنده زكا يعني عنده جين زكية بحكم أنه أهله زكاية أو عائلته إلى آخره فهو كمان رح يعمل هو مبرمج أنه يعمل ردة فعل زكية يعني عنده اهتمامات بتكون وإحساس مرهف غير رفقاته بينتبه لأشياء غيره وما بينتبه عليها فبيصير بيبحث عن هالأمور يلي بفتش عن كتب أو بفتش عن برامج وكمان بيعمل ردة فعل عند الآخرين عند معلمينه معلماته بالمدرسة عند أهله بيصيروا بيهتموا بيرعوه أو أرايبه أو جيرانه فتبع خلق الظروف اللي بيت أسكر على تطبع فهو بيعمل هالردة الفعل يعني بقول دوناج كل شي صح وخلنا أخذ مثل تاني يعني أكستريم يلي هو ولد خلق بيجينات منا كتير ذكية خلنا نقول ما عنده هالزكا ما برمج الزكا عنده هل يترى البيئة فيها تعود إذا البيئة فقيرة هذه الشغلة بيكون كارسية كارسية إلى نتاج كارسية عند الولد لأنه بيكون هو ضعيف يعني جيناته ضعيفة والبيئة ضعيفة فقيرة فإذا يعني مصيره للأسف بيكون منه كتير تشاؤم إذا بدك منه كتير إيجابي بينما إذا البيئة كانت غنية بمعنى متعلمة بتعتني بالولد أهله بيقضوا وقت معه بيقروله يعني بيدوله على أمور كتير بيهتموا فيه هذا ممكن يعود وحتى الزكاة تبعه ممكن يتحسن كتير فأكيد الزكاة بيعمل البيئة عفوا بتعمل كاونتر بالنس على الجين يعني ما فينا نقول أنه شخص لنقول جين السمنة يلي هي يعني نصاحة ما فينا نقول أنا الله خلقني بجينات بدي أطلع ناصح لو شو ما عملت وهذا ما بيبرر أن أكل أكل مش صحي أو كميات كبيرة يعني كوني عندي هالاستعداد الجيني أنا كمان بدي أقوم بأشياء استبائية أو وقائية لحتى أعرف أتأقلم أو إذا في مثلا بعائلتي نوع من الأمراض النفسية مثل الاكتئاب يعني هو بنعرف أنه 40% للبنات 30% للصبيان ممكن يعني أو بشكل عام خمس مرات يتأثر أي شخص عنده أرايبين يعني مباشرين بعائلته عندهم اكتئاب ممكن هو معرض أكتر من غيره فما يعني أنه بدي يستسلم ويقول أنا بدي اكتئاب لأنه في بعائلتنا جين الاكتئاب لا بدي أنا أعمل أمور لأن الاكتئاب جزء منه هو طريق التفكير مش بس نقص أو تفاعل بيوشيميك خلينا نقول بدماه لا لازم هو يعرف أنه في طريق التفكير فبدي يكون بحياة صحية بعلاقات سليمة أو يسعى ليعمل علاج نفسي لحتى يصلح طريقة نظرته للحياة ويعملها ساكة كل شيء ممكن أنه يكون عم يتساند يعني ما في شيء نقول جينز هو مصير محطم إلا مثلا لون العيون الطول هالإشياء الزلوكيات الأمر مختلف الفيزيك اللي طبعا ما فينا نغيرها لأنه هي هيك خلقنا فيها بس أمور السلوكية والطبع فينا نغيره أكيد هيدا الولد اللي خلق زكي نعم ببيئة ما عم بتأمن له صبل أو قنوات يعني مهمة هيك خلاص زكي لحاله يعني ما كمان أبدو أبورتشونيتيز بدو فرص لحتى يقدر صحيح بتكون يعني هو لأنه لما عادة إلا ما حدا يحس يشعر بي زكى هالطفل إن كان بالمدرسة أو حدا بالبيئة تبعيته ويحضنوا طبعا نحنا بدنا نلعب دور إن نخلق فرص بالبيئة يحضنوا أولاد يفتشوا على الأولاد المميزين يلي اللي حكونوا ببيئة فقيرة أو يمكن ببادرس رسمية أو ما عندهم الفرص اللي عندهم إياها غير أولاد بس خلينا نقول هالولد هو بيلفط النظر مثل الموهبة إذا شخص صوته حلو أو عنده موهبة رسم أو موهبة علمية أو أي شيء لغوية بيبرز بطريقة بطريقة ما هلأ قداش بيقدر يوصل هذا بيرجع للبيئة اللي نحنا منوفرها مشانا كتير مهم وزارة التربية إنه ترعى الأطفال يلي مش من بيئة متوسطة أو غنية يروحوا للأطفال يلي ببيئة معدومة لأنه هون الأطفال يلي بيوعدوا يعني اللي عندهم قدرات وطاقات وللأسف ما نعطوا الفرصة بس هيك هالنوع من الأولاد بيلفتوا النظر لحالهم لأنه هن مميزين فإذا حظهم حلو بالحياة بيلاقوا حدا يرعاهم وبيلاقوا برامج ممولة من الوزارات المتعددة من ضل بحاجة يعني أو يطلع لهم منح أو يطلع لهم يعني أي حدا يقدر يساعدهم لأنه من ضل بحاجة للبيئة تكون عما تستوعب ما ربيناها ما حميناها ما رعيناها رح مش هقول لح تغتفي بس ما رح تتطور ما رح تنمى يعني البنات والصبيين بيتأثروا بالإشياء بطريقة مختلفة كما نحن عم نحكي قبل الهوى مثل العنف مثلا يعني بيأثر فإذا على الصبيين يعني بيحمسهم ممكن ما يحمس البنات هذه بالإجمال طبعا نحكي بكل شي هيك يعني كمان أنواع الزكة تختلف عند الإنسان صبي ولا بنت يعني مش هون الموضوع لكن تختلف أنواع الزكة كمان أو كيف بده الواحد كأهل أو كمربين يستوعبوا هالنوع من الزكة ويقدر يكونوا عم بحسنه هلأ الأبحاث الغربية خاصة ما فرجت فرق بين ذكاء البنات والصبيين يعني تقريبا مثل بعض إلا بأمور هيك تفاصيل الإهتمامات بختلفة ويمكن بمراحل معينة مثلا عند الصبيين الذكاء اللغوي بيتطور ببطء أكتر من عند البنات بعدين يرجعوا بيلحقوا بعض يعني هو يمكن التكوين الجيني أو هيك دماغهم للصبيين البنات عندهم أج أكبر شوي لما يكونوا صغار خاصة بالابتداء شوي بيكونوا متطورين لغويا أكتر بعدين بيعودوا البنات يمكن شوي أضعف بالأمور البصرية الفضائية بأمور معينة حسية هيك ويمكن هيدا يتحسن ويمكن ما يتحسن حسب البيئة هون البيئة كيف تطلع على البنت وما كتير عندها توقعات أن البنت تطلع قوية بالأمور الهندسية أو بالسواقة أو بالرياضات اللي بدها دقة بصرية كمان هون يلعب دور المجتمع بينما إذا المجتمع وخاصة المجتمع المدرسي يحسس البنت أنه بجيومتري وبالرياضيات فيها تعطي مثلها ترجع أكتر وطور لأنه بصير لواحد عنده إحساس إذا المجتمع ما بيتوقع منه هالشي لشو بدي يعزب حالي مثل ما مع الوقت الصبيان إذا المجتمع ما بيتوقع منه يكونوا كتير ضليعين بالأمور اللغوية ما لح يهتموا فيها بيروحوا أكتر للمواد العلمية أو الأشياء الغير لغوية مشانيك منلاقي مرات تفاوت لغوية بين الجنسين يعني بس بالنسبة للعنف يلي زكرت له موضوع كتير مهم نحن نقول أنه لما يتعرض الولد للعنف أو أي شخص طبعا يتأثر ويصير بقلده وهذا شي صحيح والبنات والصبيان يتأثر اثناناتهم بالعنف بس مش من نفس المقدار لأنه فيه هون نجي للاستعداد الجيني مثلا الصبي لما يشوف مشاهد عنفية يعني يمكن بهرمونات وبالتستوستيرون طبعوله بيحب يقلد راح ناخد وقفة ونرجع نتابع مع دكتور أحمد العواني عم نحكي عن الطبع والتطبع اقتصاصي بي علم النفس التربوي عم نحكي يعني حكينا قدي الطبع بيكون خالق مع الإنسان التطبع بتأثر على البيئة ولكنهم بيكملوا بعضهم وبيتكاملوا كيف مندرس هالشي كيف ألعب حاسب تجرى فيه طريقتين أول شي فينا أكتر معلومات أخدناها من التوائم لما يكونوا فري أو فو يعني إذا كانوا فري جيمو يعني نفس الشخص بس مستنسخ إذا بديك لشخصين يعني عندوا نفس التركيب الجيني فإذا الفروقات بيناتهم بدأ تكون بيئية ومنعرف من دراسات في كتير دراسات صارت على قليلة بأميركا بعرفها في توائم يعني فري جيمو نفصلوا على الولادة وكل واحد ضربه بمنطقة مختلفة ولما رجعوا لتقوا بعد سنين شي ثلاثين سنة شايفوا أنه تقريبا 62% كانوا متشابهين بالذكة بالشخصية بالرغم من أنه بيئتهم نختلف كلهم فإذا دليل أنه هن جيناتهم أثروا على البيئة ويلي ربيوا مع بعض تقريبا 86% متشابهين بقدراتهم وبسلوكهم وبشخصيتهم هلأ الثاني طريقة هي مندرس المجتمع يعني مجتمعات مش أفراد صعب كتير تعرفي أنه إذا أخذت شخص تقولي بشكل عام هو 70% أخذ شخصيته من بيه أو 30% أخذ شي معين من أمه أو مستحيل بديك تدرس مجموعات وتشوف الفرق بديك تقول التفسير لنقول في عمليات حسابية حصائية بيعملوها بيقولوا الفروقات بيناتهم 40% 50% إلا علاقة بالجين بزكاههم أو بمثلا استعدادهم ليكون عندهم اكتئاب أو لشخصيتهم إذا كان عندهم شخصية اجتماعية أو شوي خجولة أو هيك فمن هون بتصير الدراسات بهذه الطريقتين في مجتمعات أسكى من غيرها أعراق أسكى من غيرها حلوة السؤال إذا مناخد متى عينتان عشوائتان من بلدان أو من مشتبئتان متشابهتان بس بمناطق مختلفة يمكن يطلع معنا إنه في مجتمع أسكى من المجتمع صحيح بس هل يترى الخلاصة أو العبرة أنه في ناس أسكى من ناس أو مجتمعات أسكى من ناس متى ما نحن نحكي بحاكينا للشعب أكيد لا لأنه إذا غيرت المجتمع حسنتي مثلا ظروف التعلم حسنتي فرص الدخول على المدارس وكلها الإشياء هاي ورجعت عملت الإختبارات بتلاحظ أنه المعدل بيرجع ارتفع عندها خنوات تظهر بالضابط مثل البزور البلانت خضرة معينة إذا كانت البزور ضعيفة وحطتها بتربة ضعيفة وقارنتيها لبزور قوية وحطتها بتربة جيدة بتلاحظ أنه في كتير فرق بين النبتين بس إذا حسنت مع الوقت البزور وحسنت التربة ورجعت زرعتها بتلاحظ أنه صار فيه فرق فنفس الشي قدرات الإنسان إذا الجينات حطتها ببيئة أحسن متعلمة أكتر فيها فرص أكتر فيها صحة أكتر فيها أكسي للمدارس وإشي هاي أكيد بيتحسن القدرات وبيتحسن الزكا بالتالي فما في شيء اسمه ناس أسكى من ناس إلا بشكل جدا سطحي بس إذا بتتعمق بتقولي لا أكيد إذا غيرنا البيئة حسناها بدأت تتغير الزروف غير أنه أنواع الزكا بتختلف كمان أنواع أكيد مجتمعيا معتبر زكا وشي تاني أهم كمان أو لا يعتبر يعني ما بيتركز عليه فعلا وما بيعتبر أنه هذا هو الزكا إذا ناخد الزكا المدرسة المعروف اللي هو الزكا اللغوي والتحليل المنطقي والذاكرة والإشياء هاي اللي على أساسهم يقيم للسان الطالب يقدر ينجح بالمدرسة إذا ناخد بس هالنواحي ما عم نحكي عن نواحي الاجتماعية أو الذكاء المتعددة أو الإشياء أكيد هذا بتحسن إذا حسننا البيئة عملناها بيئة يعني فيها اهتمام أكتر من قبل الأهل فيها مدارس عند منهاج بيطور قدرات الطالب فيها فرص للتعليم العالي إلى آخره كل إشي هاي بتأثر على المدى البعيد بالمجموعات بتأثر على اليوم اللي أنا منركز على الذكاء العاطفي الذكاء المجتمعي يمكن يعني النتائج الأكاديمية تكون كتير عالية وما يقدر ينجح بقلب المجتمع الإنسان الذكاء العاطفي ينمى يطور يمكن أكتر من الذكاء المدرسي في مجال الواحد يطوره علما أنه جزء منه بيخلق فيه الإنسان بس أنه هذا كمان إذا حطينا طرق إذا وعينا الأهل حطيناه جزء بالستراتيجيات التعليم ركزنا على التفكير العاطفي الذكاء العاطفي مفردات العاطفية طريقة كيف نتعامل مع الصعوبات مع المشاكل مع سترس محل النزاعات بشكل سلمي نسعى لنكون الناس سعيدين بحياتنا هذا كله فينا إذا معنا بالفطرة فينا نحسنه فينا نعلمه يعلم يعني بس لازم نعطيه حقه ولازم نهتم فيه أكتر دكتور أحمد العواني أهلا وسهلا فيك اختصاصي بعلم النفس التربوي شكرا لألك ولمعلومات شكرا للمشاهدة ونحن نتابع عليكم شكرا للمشاهدة